مثلي مثل اي شخص بصير قدامه شي عكس المتوقع فبينزعج مو بس بينزعج ممكن يمفعل شوي مو شوي يعني الموضوع قد يكون زايد عن حده يعني بتتغير ملامحي بيرتفع صوتي خلينا نقول يا ربي للاخر بعصب مو بس بعصب بل بتوصل لدرجة ان يطلع غضبي بالاشياء اللي حواليه فلو كنت انت موجود الافضل انك تاخد احتياطاتك لانه ممكن تلاقي المردم عليك او كاسة ازاز او جوال جوالي الثاني لا لحظة هذا جديد لسه صح سيت احكي لكم انا فنان بس وقت تعصب هاي احسن اداة ولك حتى اللي مخدة ما سلمت مني موسيقى 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 مستغرب صح؟ لا والله طبيعي ما أنا كل يوم بحكي مع مخداد شو رأيك يعني؟ بدك تروي مشان ما يطقلك شي عرق لا انجد انت مانك جني؟ معلش اسألك سؤال؟ لا تغوتني كيف بتحكي؟ ما بهمني كيف احكي بس سؤالي شو تغير؟ شو 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 يلي تغير؟ بعد كل هالتكسير تغير شي؟ انفرج همك؟ لا تعمل لي فيي مصلح ما تغير شي ولا بعمره راح يتغير يا عمي شو بيعرفك؟ ما انت شأ في الجماد بلا أحسيس وهدم هاد شو؟ انا شو ذنبي لتضربني؟ والله احسن ما اضرب شي بشر ليش تضرب اصلا؟ ليش اخد العنف وسيلة وكأنه هيغير شي؟ ما في شي ضابط لا بيئة ولا ناس الضرب قليل فييون ايه لو فيني كنت فلت بوشك لا شكلك بدك تضرب اكتر انت ليش هيك منفصيم؟ شو امرت؟ لا انت لي تيجي؟ لك يا جدبي تعظبط لي اعدي اذا هيك اوكي رغم انك وصفتني بالمنفصيم بس شوف انا احسن منك ايه لو فيني كنت فلت بوشك منفصيم لانه بفشلك بتعود بتحط الحق على الاشياء اللي حواليك وبس تنجاح بتقول انا اللي نجحت وانا وبس انا وهالقلم وهالكاسة وهالجوال والجوال التاني ما لنا دخل ما رح يتغير شي الا اذا انت قررت تتغير ما بعرف شو عمل مو بيدي مش كلتين يطايت اول شي بعرفه انك تبطلت اخوتها وحاش تحكي معي اجدب انت؟ اذا هلا فات واحد وشافك عم تحكي معي شو هيقول؟ اهبل خوتي اوكي ولك اجدب في حدا بيحكي مع مخده؟ اوكي سلام اذا عجبتكم قصة عصبي اشتركوا بالقناة لتشوفوا اكتر من قصصي لايك وشير وبتشرف فيكم بمنصة التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة